أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان حصل أردني على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها خاصة موقع عماد السيد المسيح المغتص كما أكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرسولي بالفاتيكان بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية استمرار الأردني بدوره الدين والتاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها وأشدد جلالته خلال اللقاء على ضرورة وقف هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس وفي قرى ومدن الضفة الغربية محذرا من عواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلي على المقدسات في القدس وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة إذ نبه جلالته إلى أن الكارثة الإنسانية في القطاع تتطلب تحركا فوريا لوقفها والتوصل لوقف دائما لإطلاق النار مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير والتوصل لوقف دائما لإطلاق النار مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية وبجميع السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير